أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كنشكل قاناة أشواقع باش نوضح الجمهور المغربي باش ما ياخدش واحد الفكرة غالط احنا بعد النوبات يعني الناس كل واحد يبغي لي در شي حاجات كيبغي ديرها لاخر احنا ما درت شي حاجة اللي هي دي نربحو فيها شي حاجة أول حاجة كما كيعلم الجمهور المغربي بنطارق ما عنده لا قانات ما عنده اعتشي ربح مكسب ديل الفلوس ولكن الجميل في هاتش اللي يوقع للطارق في المسيرة ديل العالم الأزرق هو أنه كسب واحد الناس ولقى واحد الحب ديل الناس رغم لقيت واحد تناقضات ولقيت واحد الأحواج اللي هما ماشي يعني في السهم ديلي من القيمة ديلي ولكن أنا كنحترم دائما الرأي ديل الجمهور المغربي وتنقول لهم ربا قيسكم تعشروا خكم الطارق على الواضح باش تفهمو كيفاش دير في العقلية ديلي بالعكس أنا دائما كنحترم الأراء للناس وتنحترم من الرأي ديل هويام وديلا دوك جوجبنات ولا ديك الإنسان اللي كتبعات جوجب رجال لين كل واحد يعني كيف كيف فقر أنا من بالنسبة لي دائما كنبغين نوضح الجمهور المغربي باش ميأخدوش على طرق واحد فكرة غلاط كنبغين نبشين مع هاد الناس هادو في المسيرة ديالهم باش نوضح اللي لهم بأن هاد الناس رمكانش لجيد ديال كين خير كلام صافعة شديكين أنا خديت أنا بويت نوصل للرأي العام والرأي بالجمهور المغربي عامة بأن هاد الموضوع هذا أنا دخلته كمشي يعني كموحترف يعني عندي واحد المكسب ديال الفلوس ولا شي حاجة بالعكس الجميل أنني كما قلت وتنعودها كسبت الجمهور ديال الناس المغاربة والناس من أوروبا الناس عيتون يتصلوا بها من أمريكا لقيت واحد بحالي كتقول أنت لقيت واحد لإقبال دونك بالنسبة لأخت هويام ندخله في الموضوع دياله بالنسبة لأخت هويام بيتنا وضح لها الإنسان اللي تيقلب على شي حاجة كيلقاها وما حتير ما تيلي لها كيفية قلت بأن جمع جوج رجال ما يعطوك شراجل ويبغى تجوج بربعة للا هويام اللي كيدر يدوف شي حاجة كيلقاها اللي بغى رجال كيلقى رجال اللي بغى شميت كيلقى شميت ونظرة لكل واحد ممكن العقلية دياله والمستوى دياله تيكون مستوى داني إذن كيلقى الناس في المستوى دياله وهذه الحقيقة اللي بيتنا نعبر عليها وبالنسبة لحنا الرجال ما غريبا رجال وكان فتخروا برأسنا وبالشهامة ديالنا وكان طلب منها بإنارة هي عند الأب ديالها وعند أخوتها وأنا بالعكس هدو كنا نقول لهم رجال رغم هيك تدير أغلاط في الحياة ديالها ولكن طريق ما هذا المنبر هذا تيقول لهم عندك باك وعند أخوتك يعني ما خصكش مستوى لهذا المستوى أنك تقولي بأن الرجال ما كينش حنا رجال والمغاربة رجال وهنا موته رجال واللي تيقلب علاش عجل الله هو المستوى دياله اللي هو كيكون فيه كيلقى نفس المستوى شوف أنا تندفع راسي بعقلية بعقلية كيف هو داير أنا عقلي نقي أنا ما شي من الإنسان اللي أنا ردع لها بنفس المنهج ديالها ولا بالأسلوب ديالها ولا بذلك الكلام دياله يعني اللي كان قسم القيمة حقاش الإنسان ما كيكون تيقف راسه وتعرف القيمة دياله وتعرف راسه شو الكيس هو فلا داية يعني كما كيقول طارق دائما عندهم ناس عنده ناس اللي حبهم هاد المين بارة دا كنقدم تحية للشعب المغربي لقيت واحد الإقبال ونزيد نوضح واحد حاجة شحلت الناس اللي تصلوا بي وبغوا أنهم يبخوني ويمكني قع يسبوني ولكن طارق بالعقلية دياله وبالنظبات دياله بتقبل الرأي العام المغربي اللي كان احترمه وتنقول لهم راة طارق راته وتعرف الدين وإحنا الناس ديال القانون بإنني راة دخلت هي باش نوضح نشوفه كيفاش هاد الجيل اللي ولا نظرا للخبرة ديالي والسن ديالي بغيت نبيل للناس أنا شنو اللي ناك نعيشو أما أنا خويا بالعكس حنا دا بلد إسلامي بلد القانون وتشنا عارفو يعني دخلت هي باش نوضح للجمهور المغربي عام ما تنبيئنا كينين الرجال الحمد لله اللي كان بغوا نبيل الحقيقة للحياة اللي ناك نعيشو اللي مع الأسف أنا من هاد المينبارة هادا تنقول يا ربي تدينه فضولي ناتي ما بقاش كي يعجب هي باش الناس اللي كانوا كي يحاولوا أنهم يعاتبوا طارق يقولوا أن طارق راه ولد الناس وعارف شنو كيدير راه غير بغي يوضح وأنا غادي معهم فطرق ديرهم شوف أنا من هاد المينبار هادا كنشكر جميع القانوات اللي درت فيهم يعني المنابر اللي كنتكلمت فيهم وهو مبراسهم يعني ما ببلغتهم بش بالخابر بأنني راني عارف ولا شي حاجة خليتهم باش مشي معهم في هذاك الفيلم باش يجي واحد نهار دي طارق يجي يخرج ويبين الجمهور المغربي يعني كل شي اللي هادا كان مجرد أنا باش نبين للرأي العام المستوى اللي بنا كنعيشوه ممكن أنا شوف أنا كما كان قول دائما في المسيرة ديالي يعني يختص واحد الحاجة في الحياة هو أن الإنسان ما كتدي اللي قسم الله اللي مكتب له يعني الإنسان كما قلتي انتا ممكن جوج بهيام يمكن جوج بالقايدة يمكن جوج بأسماء كتار 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 ليدخلوا لهذا المجال ديال العالم الأزرق وأنا من هاد المينبار هادا تمغي نقول كل واحد اللي كتاب له شي حاجة رادي سوصله شوف أنا قولك واحد الحاجة هادا الجيل اللي ولينا كان شوفه ده بكن الجيل اللي عنده يعني القناعة يعني بحل ده بنا في عمري 45 عام وعندي أولاد وعندي عائلة والحمد لله هاتي من العائلة الكبار الحمد لله ورغم ذلك بغيت نبيل الجمهور بإن الإنسان علاش ما يحاولش أنه يدخل واحد الغيمار أنا بحل ده بنا نقولك واحد الحاجة هاد القصص دي وقعوا لي حطيوني واحد الحبرة التلفوني ولم ما كيسكوتش 24 ساعة 24 ساعة يكلقى مكالمات زوينة نسكت التسلوبية من جميع موضون المغرب ومبرى المغرب إذا لقيت واحد الشعبي ولقيت واحد الحب بالناس للطريق وهذا شرف لي لأنني اتأنا كنقول لهم هاد المينبار هذا سمحوا لي إلا كنتوا أنكم خذيتوا على طريق فكرة غلطة أنا كنسامحكم رغم الناس اللي انتقضوني وسبولي يا وليدي وكلي تيقولي يا بولحيا الشاي بالراس ولا شي حاجة أنا من هاد المينبار هذا كنقول لكم ليسمحكم لأن طريق ملسيمات دياله اللي يعطاه الله سبحان الله هو أنه إنسان مسامح تنطلب من الجمهور باش ما ياخدش علي فكرة خيبة أنا أخويا ما كيجيب لاش الله أنني تشوت كل واحد كيحكم على رأسه أنا ميمكنيش نحكم على الأخ السيموني إن إنسان اللي كي قد يواجه أنا من نوع ديال الرجال اللي كم نواجه الحياة لأنني أنا راضي بالقدر الله سبحان الله هو وتمشي براسي مرفوع رغم أن إنسان يقول في طريق اللي بغي يقول هذيك اختيارات و هذيك حرية التعبير دياله يعني كيما كيقولوا علاج شحم واحد نتاقدني واش انت ممكن تجوج بيش خواتات أنا را كنت عارفهم عابينهم مشي خواتات أخرى أنا كتقول واحد حاجة ما عمرها دي تكون ولكن أنا واكب تهات الجيل هي باش نوضح بأن هذي الجيل اللي طالع جيل شوية ما ننقصوش منه ولكن سبحان الله يعني أي حاجة قد يدرع الماديات أخر بحاجة لقيتها في هاد في هاد العالم الأزرق بالنسبة لهاد شي اللي دخلت له هاد الأيام هذه الأخيرة هو لقيت الناس الوعرين كيحبوا طريق لواحد درجة خيالية نظرا جميع الرجال شحب الرجال اللي يعيطوا وقالوا لي تتعجبتنا شخصيتك ويعني طريقة باش كتتكلم بواحد الصراحة بواحد العفوية وبإنك تواجه لأن الطريق باختكم تعرفوا واحد الحاجة من نوع اللي كيبغي دائما تمني كنكون كنهضر كنبغين نشرح يعني هذي مسي مادي الطريق وقالت هي ماشي راجل الحمد لله أنا عندي ربعات الوليدات وكنفتخر بيهم وكنعز بالأبناء ديالي يعني رغم من بعض النوباتين قد يجي واحد الناس ويقولون باكم در غلط بالعكس أنا كنفتخر وأكيد أنا أولادي دي فتخر بهم لنبهم من نوع اللي الحمد لله تنحمق على ولداتي وعطاني الله واحد الكنز أنا رغم يمشي ولي الفلوس يمشي كل شيء تبقى لي هاي صحيح تولي داتي هذاك وأهم حاجة يعني كنحمد الله على وكنشكره أنا الحب الجماهير ليا خلاني كنفكر أنا لندخل هذا العالم الأزرق لأنه هذي سكتعرف واحد الحاجة رغم شي هي شوها ولا شعجي لك تقدر أنها تعطي الإنسان واحد القيمة ويقدر أنه يوصل لمجد ويكسب الفلوس أنا اليوم من هاد المينبار هادا تصلوا بيه الناس وقترحوا علي عجباتهم من طريقة دي الكلام ديالي وقالوا لي طرقوا وش ممكن أنك تشجل معنا هذا هذا يعني سر ولكن هنقول لكم هل عطاش لي اسم ولا هذا عدي وحاجة بينا حاجة حصرية يعني كسبت اليوم تصلوا علي وحد السيد وقالوا وش ممكن تسيرك معنا عجبنات دور كيفاش كتعظار وكيفاش كتتعامل وقالوا علاش لله مرحبا يعني ممكن من هاد المينبار هادا علاش اللي ما نكونوش ندخلوا للفن السينيما ونمشيوا بعيد ممكن اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة